طبعاً يعني اتكلمنا على لعبين مهومين لو اتكلمت مثلاً على سبيل المثال محمد الشناوي بأداء الممتع في فترة فات محمد صلاح بأداء العالمي في الملعب الأوروبية والدولة الإنجليزية وتحطيمه للألقاب كبيرة جداً تواجد قول مصر أيضاً في الترشحات هنشوف معناه وقت على الشاشة مصيره 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 من جوائز كاف هذا الموسم محمد صلاح لعب العام في أفريقيا محمد هنني لعب العام في أفريقيا محمد شناوي برشح لجيزتين لعب العام وأفضل لعب داخل القارة عبد المنعم لعب العام في أفريقيا عالمة اللي بعلول جيزتين لعب العام وأفضل لعب داخل القارة أفريقيا محمد شريف أفضل لعب داخل القارة أفريقيا ده حاجة شرف يعني طبعاً اللي بعده أليو ديانج لعب النادي الأهلي لعب العام وأفضل لعب داخل القارة أفريقيا بيرسيتاو أفضل لعب داخل أفريقيا كارلس كيروش المدير فن السابق لمنطخب مصر أفضل مدير فني بيتس مسماني المدير فني السابق لنادي الأهلي أفضل مدير فني منطخب مصر أفضل المنتخب الأهلي أفضل نادي تتوقع بقى مين يفوز بقى من الناس دي سواء جواز خلا معنا على الشاشة لو رجعت تاني ستجاه رجعلك الأول بس هو صلاح صلاح يعني كنت ستجاه صلاح هيدخل هيدخل طبعا هيدخل رجعلك هو ولمنيه السنة دي ماني كاس عالمه بطرق أفريقية هي هتبقى ما بينهم صلاحة تقاوك عليه في فينات في دورة الإنجليزية وفي دورة الطرطة هتبقى ما بين الاتنين بين الاتنين بس أنت لو حسبتها هو منتخب ماني برضو كأفراد هو أكوى منتخب مصر جدا بس خلي بالك أسو ماني في فوزه بوصول كاس العالم بقطر 22 وأفريقيا كمان وأفريقيا دي ممكن تبقى عامل أفريقيا أنا بقول لك إيه العوامل اللي وصمت له كده ده هو معاه أفراد في الفريق أفضل من الأفراد من منتخب مصر محمد النيني خدهما حكده واحدة يا محمود بقيت بعيدة شوية والله النيني قدى آخر فترة مع أرسل بشكل كويس جدا بصراحة وأنا من الناس اللي بحب النيني يعني محمد الشنوي لعب العام وأفضل لعب داخل أفريقيا الشنوي قاعد على فترات طويلة طبع مستوى ثابت وماشي كويس بس هتبقى صعبة شوية كلاعب العام والأفضل لعب أفريقيا ممكن يدخل فيها يدخل فيها عبد الملعم ده بالنسبة لي يعني يشكر بقى فوتشر على الفترة لأداء ما كانت على المهر وفوتشر طبعا لجعوته تاني بالشكل المهيز ده لما يبقى لعب العام في أفريقيا بأداء رائع في البطولة أفريقية لعب 2019 أعتقد أن ده حاجة لعب كويس وحاجة طبعا أن يحصل له كده فترة قليلة ده حاجة تحفزه لما بعد كمان فيما بعد أداء بنعم بعض البطولة أفريقية بعد شوية للإصابة يعني شوية بس لسه هو صغير ده موقت كبير بس هو العيب كبير أنا بحب كورته جدا معلول بأداءه مع النادي الأهل في فترة كبيرة ولعب منتقى بطونس لعب العام وعلي العيب مهم ولعب كبير وعنده حلول كتيرة جدا بس دائما مع الباكات بتبقى بعيدة شوية اللقب يبقى طبعا أعتقد بعيد شريف شريف داخل أفريقيا مش عارف حساسها تبقى صعبة شوية صعبة اللي بعضه حساسها يعني قاله يوديانج بأداءه المميز لا لعب كبير لعب كبير بس هو هيدخل في داخل أفريقيا هو داخل في الترتيب بس يمكنه بعيد شوية بس برضو شرف يعني تواجده في القيمة ده حاجة مخصصة بارستهو شايفه المجاملة شوية أنا شايفه كتير عليه نادي الأهلي جدا كتير عليه يعني فيه محترفين أحسن منه بكتير جدا أحسن منه إنت معاستمره مع الأهلي بقى مهنا لا طبعا لا طبعا إنت مالك بيقول لا طبعا على طبعا لا علشان خاطر إحنا تفرجنا عليه كتير جدا مش ماتش ولا اثنين ولا تلات تفرجنا عليه كتير جدا بس ما شكرا ينفهمه مميز زي نادي أميز بس أنت بتحسبله إنت بتتكلم في النادي الأهلي الأفريق اللي يجي في النادي الأهلي لازم بأفضل منه بكتير جدا كارليس كيروش مع أداء الرائع مع منتخب مصر بصراحة هو أهم كان شي عنده الحظ الأوفر أو الحظ الأوفر أنه ياخد بطولة أو الوصول لكاس العالم بس يعني الشكل تغير معا بصك كابتير الراجل ده أنا كنت معه أنه لازم يستمر كنت معه يستمر طبعا كنت مع استمرار كيروش كارليس كيروش كان مدير فني لمنتخب مصر طبعا كان لازم يبقى موجود الراجل يعني استلم المنتخب في فترة صعبة جدا ابتدى وصلنا لنهاية أفريقيا وكنت ممكن بطولة عربية كان عندنا ناس يعني ناس ما جاتش فيه يعني برضو كان بدأت بان اختياراته تمام لكن احنا كنا مع الراجل ده منظمين جدا وكان حتى يعني صعب جدا حد بيوصلك وبتاعه يوصل لجول يعني برضو عايزين نتكلم بأمانة كان من دوم وصممين على وجود مرهان حمد في التشكيلة او في الاختيارات والناس كانت همدي انا عايز اعرف ماس بتهجمه ليه وجهة نظر يعني ممكن تبقى نظر غير فنية وجهة نظر فيها غرض هو الولد العيب كويس السنه صغير والعيب كويس وبيعمل اللي مطلوب منه طب بيتس ومسلماني كأفضل مدير فني شايفة لا صعبة شوية وانا كمان معك ما استهلش متخب مصر كأفضل متخب اعتقد السنغال ونفسه السنغال تبقى صعبة شوية الاهلي كأفضل نادي ده يعني ممكن يدخل النادي الاهلي طبعا ممكن ممكن يدخل طبعا يعني وارد اني ياخدها طب الوداد طبعا فرقة كويسة بس انا عز اقول لك الحاجة الفاينال لو ما كانتش يتلعب في المغرب كان مطش يبقى صعب على الوداد ما كانتش الاهلي ممكن يخسر بسهولة او كنت ممكن تلاقي الاهلي يكسب عادي جدا اشتركوا في القناة